اهلا بكي ميسا ومنورة معنا اليوم بالكوب كله اهلا رندا و اهلا الطيب يعني بالفعل هناك اهتمام كبير في كوب 28 حول اعادة التدوير واهمية المحافظة على البيئة طبعا فيما يخص البلاستيك انا هنا الان اتواجد في حديقة الميز في اكسبو دبي ضمن فعاليات كوب 28 طبعا ما يميز هذه الحديقة ان بها نباتات مصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدوير طبعا سميت بالميز لان الميز هي نبات موطنها رأس الخيمة جبال رأس الخيمة طبعا وهذه النباتات شكلها يشبه هذه النباتات نباتات الميز هنا في هذه الحديقة يتواجد نباتات مصنوعة من اكثر من 500 عبوة زجاجية بلاستيكية معاد تدويرها طبعا هذه الفكرة ليست جديدة بل قام بابتكارها الفنان الفرنسي جيروم توكيغ عام 2013 طبعا هي تجمع بين الفن والاستدامة البيئية لذلك هي مهمة يعني حتى بالنسبة للسماد السماد معاد تدويره من النفايات من مخلفات هذه النفايات طبعا ليس هذا فحسب بل هناك جناح في أكسبو يسمى جناح المشرق طبعا هذا الجناح مصنوع من نفايات أشجار ومخلفات أشجار النخيل طبعا جميعنا نعرف أن أشجار النخيل هي مهمة بالنسبة لتراث هذه البلاد طبعا أشجار النخيل تخلف العديد من النفايات لذلك كانت هناك هذه الفكرة ببناء مبنى كامل في أكسبو مصنوع من نفايات هذه النخيل طبعا لماذا البلاستيك مضر إلى هذا الحد يعني البلاستيك يحتاج إلى وقت يمتد بين 20 و 500 عام حتى يتم تحليله طبعا هذا في حال تم تحليله بشكل كامل وفقط 9% من أن البلاستيك يعاد تدويره شكرا جزيلا لك ميسا عيدة وأنت تنسجني مع هذه الأجواء بالأخضر وعيونها كمان يا الطيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك